السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناتي ديليس فاطم زهرة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم مع السلات رمضانية شكل بريستيج وجميلين مكونات سهلة وبسيطة تمنى اخواتي انهم ينالوا اعجابكم سبق لي وقدمتهم في القناة الولى ونالوا استحسان اعجاب العديد من الاخوات بالنسبة للشكل فهو عبارة عن سليلة ممكن تدرو باكت يجو شكل تاعم طويل مروا بسم الله على بركة الله للمكونات عندي كاس من اللوز اللي مطحون بالقشرة تاعو كاس قل ربع من الماء وماء الزهر 22-50 جرام تاج جلان محمرة شوية 300 جرام من دقيق رشة من الملح 2 ملعقة من زيت صفهر بيضة ملعقة كبيرة من الخل ليينسون القرفة ملعقة صغيرة من البيكن باودر وعندنا 2 ملعقة كبيرة مملوقة من زبدة لدوبتها على شكل نوازيز هنا دقيق كيفما اذكرت اخواتي 300 جرام مع رشيشة الملحة مع الجلجلان 250 جرام هادو المكونات انتاع البلغة المغربية اصيلية فانا استخدمتهم في هادتويسات طفت عليهم فقط اللوز اذا بغيتوا انكم تضيفوه اخواتي ما بغيتوش فليكم الاختيار بالنسبة لكاس اللي عيارت به فهو الكاس تاع العنبة 200 ملي اللي كيعيار 200 ملي بالسوائل هادا الكاس الكبير كالكاس الصغير كيعيار 150 ملي ضفت ليانسون القرفة بيكين فاودر ملعقة نتاع الخل الكبيرة باش كي تجينا مقرمشة ورطبة في نفس الوقس زيت 2 ملاعق صفار بيضة وانتنا زبدة نوازيت بالنسبة الزبدة غادي نترك لكم الرابط تاع شباكية انا وريت شكل تاعها كيفاش هنا غادي نتكر لكم انني حطيتها فوق النار على نار هادية حس كي تبخار ذاك الحليب اللي فيها او للماء وكي تغير اللون ما كنسهوش على باش ما تتحرقش معانا كنصفيوها وهذه زبدة نوازيت هنا عندي كاس قلة ربع اللي احتاجت بين الماء وماء الزهر الماء كان عندي دافي وضفت عليه ماء الزهر يعني النص بالنص غادي نجمع العجين كسبقى عندي عادية العجين هنا سمحوا لي المونتاج ما عرفتوش هاد السرعة كاملة علاش ما بغيتش نخلي لكم العجين اغا بشوية بشوية حتى اجمعتها لو قدلكتها اغا شوية لو لبسا وحطيتها في الكيس حتى ترتاح معانا غادي نحلها بالمدلك فقط باش ما نطولوش الفيديو بالنسبة السمك نساعة فهو هادا كتكون رقيقة يعني ما نخليوها شغليدة هنا عندي هاد القطعة بالنسبة القطعة اخواتي خصة دارو هريتكون كبر من هاد الطويسات أنا غادي نوريكم ان شاء الله من بعد هادو هما الطويسات تقدرو كيفما قلت تديرو هادوك الميني باكت اللي تيجو طوال حتى هو ما يشكل ديالهم جميل كيفما شبتوا معايا ولاحظتوا هنا الحد في القط يعني ما ديش نحتاج انني نزول من الجوانب لكن اذا حتاجيت فكنزول اذا كانت العجينة شي مرة من شي جز جيت غليطة وحسيت بها أنا غليطة فكتكون خرجة عندي من الجوانب كنزول كيجيو على هاد الشكل هادا سهلين يعني القطعها كي تخصها تكون بهات الشكل هادا معاها الطويسة غدي نكمل نقطع بالنسبة للمكونات اخواتي فكيفما ذكرت هما نسع البليغة تقدروا تعسامدوا أي مكونات عندكم نسع البليغة أنا هنا يعطيت هاد المقادر كيجيو جميلي كيجيو ورطبين كيفما تكرز هنا إذا كانت العجينة عندنا غليطة غير شوية أو لا فيتا طويسة كنقدوها كنزول الزوائد وغد نتم بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الكيمية اللي عندي جميلي جوانب بزاف ما ديش يجي شكلتا هم جميل هنا غادي نشوف معي كيفاش غادي نقليهم ما نوضعوش بزاف يعني نوضعوش ويا كنكونوا مجهزين كمية نوضعو بهاد شكل زيت حتى كي بدي تغير اللونتا هم كي يولي اللونتا هم أبيض كيف ما غادي نشوفوا معي هنا كسبتا كس ادخلهم الحرارة اولا كي بدي يدخلهم دك القلي وغادي نبدو تنقلبو فيهم بهاد الشكل هذا باش انهم يتحلوا من طويصات وغادي نشوفوا معي كيفاش طويصات غادي هما يزولوا بوحدهم بدون ما احنا نقربو ليه احنا ضروري نستعنوا اخواتي بشوكا اولا باي حاجة باش انا ننعاونو نقلبو بهم هد توصات هادو فكيف ما واضح البعض منهم ها هوية بدكي تزول عادي نحاول انه نجيب فوق شيت ونجيبو بلا يعني نجيبوش حاجة احدانا باش نبدو كنزولوهم وكنوضعوهم مباشرة في البلا لانه هم مازالين سخان بطريقة هنا كننقص النار باش ما يبدوش كيتحمرو معايا كيف ما شفتو راه الجلجلان فيهم محمر وما نفقدوش داك اللون الدهابي اللي غادي يعني نحتاجو انه يكون لون دهابي ما يكونش لون محمر بزاف اولا محروق فالنار دائما كتكون واسط كنقاو كنزولو في هاد توصات يعني فقط كتدخلهم الحرارة كيزولو بوحدهم واللي ما تزولت كنخليوها حتى كنشوفوها بدات كتحيد كمقاو كنقلبو فيهم يعني من الجهات حتى كيتحمرو معانا اللون تعم كيوليه دهابي فهنا كيف ما شفتو معايا اللون دهابي في الشكل هذا يعني اخواتي ما نسحوش عليهم باش ما يتحمروش ويتحرقو معانو كيجيش كلتاهم ما زوينش غادي نكمل كامل كمية بنفس الطريقة وهادو غادي نحطهم في العسل العسل اخواتي انا اصبق لي وحطيتو فلاشين غادي نترك ليكم الرابط وغادي نخليهم يعني حتى لو اننا نضيفو عليهم كمية وحدة اخرى غادي نخليهم حتى يعني سعمر عندي هاد البول هادي كاملة مش بحاج بك يعني فقط كنقلو القلية اللولة وكنزولوها اللي هادو غادي نخليهم هدا هو شكل تعم هنالاضاءة عندي شوية جوم غيم وشكل تصب فما بيناش ان اللون تعم دهابي فهم اللون تعم كين دهابي بالنسبة الحشوة عندي اللوز ايفيلي تقدروا تديروا اللوز كونكاسي تقدروا تديروا اي حاجة بغيتو الكرقاح عندي هنايا وحدة البواطة ديالي فخوي كونفي بهات الشكل هادا عندي اثنين ملعق من نباج كبار مملوئين وملعقة كبيرة كدلك من الجليكوز اللي دوبتهم وغادي نضيفهم على هاد المكونات هادو انا هناختصرتهم في اللوز ايفيلي اللي فخوي كونفي والنباج والجليكوز ضروري اخواتي باش انها هاد الحشو هدي تجمع عندنا واتقبط فراسة هدي نحاول يعني الكمية غير محددة انتع اللوز ايفيلي وهنا سمحولي ما عليش هناي الإضاءة شوية جو مغيم فبان لون تساعهم هكا غامق غادي نبدأ يعني بثنين ملعق ملعقة صغيرة كندير في الحشوة بهات الشكل هادا نسيت ما قد لكمش ان انا منيك نزولوهم من العسل كنوضعوهم في شي يعني شبيكة او لفشي حاجة باش كيتسقطروا من ذاك العسل تاعهم مكيبقاش عندنا العسل كمية كبيرة في الوسط تاعهم غادي نكمل كامل كمية بهات الشكل هادا كيف ما شفتو الحشوة كتجي جميلة كيجي اللون تاعها رائع بالالوان دي اللي فخوكم فيه بالنسبة لي انا وضعتهم في كويرتات صغر بيضين باش يبقاوا جميلين هنا هادا هو الشكل تاعهم كيف ما شفتو كيف ما اذكرت اخواتي عندي الجو مغيم وشتا كتصب فما بين شكل ديالهم هنا وكان هادا اخواتي هو الشكل النهائي ساعد المعسلات رمضانية تمنى انهم ينالوا اعجابكم اذا يجبكم الفيديو ديروا اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس وكان قوليكم اواشركم مبروكة وشهر رمضان ان شاء الله يدخل علينا وليكم صحة وسلامة وطل العمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة